اشتركوا في القناة هذا بالله بودكاست مان تمان من غطي عالم الان بي اي بالعربي كل عام تبخير يا حبايبنا كل عام تبخير جميعا او جي ما بقدر اوصف لك قديش مبسوط انا اليوم رح احاول اليوم رح احاول بس ما ازرح اقدر اعبر عن قديش انا مبسوط يعني سعيد سعيد من جوه من قلبي من قلبي عشان اخيرا ارجعت لنا صديقتنا فرد السلم اسمع وستاتها احلى من ما انا كنت متذكرها بعد ما غابت عنها بعد الغياب الطويل مباريات كانوا روعة 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 استاتنا اول يومين بس وبتحمس الحماس خلص وصل ل 100% 1000% رح نحكي طبعا عن ابرز المباريات اليوم بس قبل ما نبلش بدي ارحب بكل مستمعيننا الاجداد والاقدام ونذكركم انه تشتركوا بالبودكاست عشان يوصلكم تنبيه كل ما تنزل حلقة خاصة هالأيام عشان الموسم بلش وعننا شهرين ثلاثة نار بالنبيا وذا عندكم وقت اتركونا تعليق هدول الاشياء كتير بتساعدنا وذا بدكم كمان محتوى لسه تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي او على قناتنا على اليوتيوب بس ابحث عن مان تمن وانت شو مكيف على تويتر هالأسبوع قاعد تخوط علي تسوي ميمز لا مش بس ايك كل ما حد يتفق معك اول شي كل ما حد يتفق معك وتسوي له ريتويت مش بس انه تأجبوا انه تحب لهذا لا بتسوي ريتويت كمان عشان كل المتابعينا الثلاثة الاف ابصر الديش يشوفوهم ليش يعني ولدني نازم مش ولدني هاي بصراحة يعني انا بس قاعد بورجي الناس او بنشر رأيك للناس تلعيش زعلان لانه تشذب انت هشات هذي كذب هذي اخبار مزيفة فيك نيوز فيك نيوز او جي انه انه مستمعين كتير سمعوها طلعت منك لا سمعوا الجملة كاملة انت اخذ جزء من الجملة وحطيته على ميم بس كيف شغل الفوتوشوف بالله عليك انا اكتشفت انك تعرف فوتوشوف هلأ عملت شغلك على اشياء مفيدة مش شغلات تخويت يا زامي روعب صراحة فن فن اللي عملته طيب ادويس كيف عيدت عيدت مع الانبي اي احلى عيد عيدت مع الانبي اي احلى عيد احلى عيد احلى عيد انا صار عندي مشكلة خفيفة ظريفة يعني مش ملاحق مش عارف شو احضر انت شو حضرت انا حضرت اول يوم حضرت المباراتين البليكنز والجاز والليكازي كليبرز واليوم احضرت بالكاملة بورتلند ضد ممفس والروكيتس والمابز الباقي احضرتهم كندنست هاي العشر دقائق انا احضرت اول مباراتين زي زيك بورتلند وممفس نمت كنت عم بحضرها لايف ونمت صحيت من النوم يعني وهي خلص خالصة بتعرف تطلع الشاشة الزرقة تبعت الليك باس فرجعت احضرت الشوت الثاني وكل اللي صار بعدي وبعدين احضرت كندنست البوكس سلتيكس لنص التالت بعدين كملتها عادي احضرت المابز الروكيتس كلها والباقي كلهم احضرتهم كندنست مش ملاحق بصراحة مش عارف يعني هذا البوفي تبعك بوفي السلة اللي رح يجينا من هون لبداية البليوز كتير حلو بس كتير رح يتعبنا ويعني سألت سألت الشباب اليوم على تويتر شو تعلمنا وكتير ناس جاوبوني اشياء حلوة دخلها بالسلة بس فيه اكمل واحد يقول لك اذا ما تعلمنا انه رح مش رح ننام احنا رح نقعد اسبوعين مش نايمين رح نتعب كتير وانا بوافقهم لانه كتير حلو البوفي بس بطول بمدة اه اه انا مش هنلحق عكل شي انا بعرفش كيف هنلحق عكل شي اليوم رح نحاول نلحق عكل شي وبتعرف انا عايش كتير مكيف انه رح نرجع فقرات صلنا زمان مش حكين فيهم يا دويس اه والله زمان لانه بتعرف بعد ما ضرب الكورونا غيرنا نحنا ترتيب البرنامج كان عنا نظام ماشيين عليه نظام حلو اليوم رح نرجع الفقرات القديمة الاصلية بس رح ندخل معهم الفقرات الجديدة وينما لازم كمان فيعني عندك وحش الاسبوع صلنا زمان مش مختارين وحش الاسبوع عندنا واحد اليوم عندك اخبار البورصة سهم طالع سهم نازل زمان ما سويناهم عندنا الاخبار السريعة شو اللي صار عندك الامور اللي خشنا فيها ايام الكورونا ربحانين وخسرانين الاسبوع بس اهم من هيك يا دويس رح نبدأ فقرة اليوم سماعي مش حكي انا اسمها فاست بريك عالدوري يلا يلا بدنا ناخد فاست بريك عالدوري شو هالبداية يا زهم شو هالبداية هاليومين رائعين كانوا 8 مباريات نحنا عم نسجل يوم السبت المساء الحلقة رح تطلع السبت بالليل ان شاء الله فصار مار علينا 8 مباريات تنتين من هالتمانية خلصوا بالاوفر تايم رحوا عاوفر تايم تنتين خلصوا الفارق ثلاث نقاط او اقل ولو تطلع على التصنيف ترتيب الفرق تلخبط قبل المباريح قبل 48 ساعة كنا نحنا مجهزين ومحاضرين وعارفين كل فريق وين محلو كل اشي تغير هلا والتطلعات للبليوفس تغيرت ولسه فيه فرق ما لعبت الهيت ما لعبه الثندر ما لعبه الرابترز ما لعبه يعني فيه اكتر من فريق هون هناك الدنفر نوغتس ما لعبه فيه كتير فرق ما لعبت وكل اشي صار متغير بس بدنا نبدأ في اول مباراة في مباراة العودة بالبليكنز والجاز شو رائعك كان بهاي المباراة هاي فرصة ضائعة كانت ل البليكنز كتير كانت الجيم لهم كانوا متحكمين من المباراة من اولها لاخر اربع دقايق بالكورتر الرابع غريب غريب القرارات فيه اكم من قرار اتخذوا المدرب تيغ غريب واولهم طبعا زايون اوكي هلا زايون عم يلعب دقائق محدودة فعم يلعبوه بس بأول كورتر ثلاث دقايق او أربع دقايق بكل كورتر طب انت بجيم مهمة جيم مهمة هاي للبليكنز كل جيم مهمة لهم اذا بدهم يوصلوا للمركز التاسع ويوصلوا هاي المباراة للتصفيات ليوصلوا للبليوف لازم يعتبروا كل مباراة مست وين هاي لازم كان نفوز فيها زايون ليش ما دخلوا آخر ثلاث دقايق ما بعرف لهلا عشان زايون لمكان على الملعب مش طبيعي كان ما كان له حل بس نزله الطابة شوف انا بوافقك وما بوافقك باكتر من الاشي اه واسف على المقاطعة بس لانك عم تحكي بموضوع ما بدي يروح عن بالي اوكي قبل ما تمشي عن موضوع البنجنتري وقراره هو يطلع حكى انه الجهاز الطبي تبعهم قالوا له ما تلعبوا اكتر من ربع ساعة اوكي وهاي كتير بتصير بعالم الامبي ايه الجهاز الطبي بيحكي لك كذا كذا هاي عدد الدقايق المحدود اللي بيقدر يلعبها بيصفي على المدرب يقرر ايمته وربع ساعة ولا اشي ولا اشي انت علي ف بدك تاخد بعين الاعتبار انه البليكنز عم بتطلعوا على المدى الطويل هذا زلمة لاعب صغير بس معروف صاير عنده مشاكل هذا الموسم نفسه راح عليه ثلاثة ارباع الموسم عشانه كان مصاب السنة الماضية بتجامع نصاب طريقة لعبه ما بتساعده وزنه ما بيساعده فهم خايفين عليه اذا لا سمح الله صار له اشي يعني مصيبة فهو حط بباله هذا الاشي بس على الجهة التانية انا بقيدك باللي انت عم بتحكيه بشغلة واحدة انت لما ييجيك الجهاز الطبي يقول لك 15 دقيقة مش بالضرورة انك جد تكون على الـ 15 يا اخي 16 17 ما رح تفريق ما تلعبه غير هالـ 15 لتوصل اخر دقيقتين شفت حالك بمباراة زي ما انت حكيت يعتبروها كانوا البليكنز او بمفروض يعتبروها مستوين لازم يفوزوها كتير مهمة لإلهم ورح نحكي عن الموضوع هاد وشو صار والنتائج اللي طلعت بعد هاي وكيف أثرت عليهم فهم اذا وصلوا هالآخر دقيقتين شو رح تفريق معك اذا لعبتوا هالدقيقتين لزيادة الزبط ما بتعرف طبعا اذا صار اشي لها سمح الله كان نزلت الدنيا او حتى اذا بدك انه اوكي بدك تلتزم ال 15 دقيقة ماشي التزم اكيد خاصة اذا الجهاز الطبي حكالك 15 دقيقة بس ليش ما تخلي دقيقتين نلعبه 13 مثلا وخلي دقيقتين لاخر مباراة عشان اذا كنت بمباراة متقاربة تقدر تدخل زائن على الملعب يعني ما فيمتها ما فيمتها فهي يعني ما رح نحكي غلطة من المدربين لانه هو عمل اللي مفروض يعمله وما بتعرف ممكن جايه امر من فوق من الادارة تردع الجهاز الطبي لانه يعني فنشوف فنشوف اذا حيندموا شوف اذا ما تأهلوا وكان الفرق مباراة واحدة هتكون غلطة فادحة عشان هاي المباراة بس هل هي غلطة فادحة لانه فكر فيها لو وصلوا البلاي اوفس حلو دخلنا البلاي اوفس اعطيناهم شوية خبرة بالبلاي اوفس تسلينا الاضواء علينا اسم البليكنز طلع شوي لانه زايون موجود والكل عم بيحضر الليكرز ضد البليكنز بس ما حدا متوقعهم يعملوا اشي ضد الليكرز رح يطلعوا من اول دور فهل هي جد غلطة فادحة انت عم بتفكر للمستقبل انا برأي اهم اشي بيروح عليهم هي هاي الخبرة تبعة البلاي اوفس طيب بس ما رح اعتبرها غلطة فادحة انت علي اذا هدفك انك تصل لبلاي اوفس هاي غلطة طبعا هدفهم يصل لبلاي اوفس انا بحكي لك الام بي اي خف عقلهم لما شافوا عمل هاي حركة ادارة الام بي اي ادم سيلفر وكل حدا حوالين ادارة الام بي اي كان زعلان لانه كلهم بدهم زايون بالبلاي اوفس قديش كان زايون خرافي في المباراة اوكي هاي النقطة التانية اللي انت حكيت عنها زايون كان خرافي على الجهة الهجومية كان كتير سيئ على الجهة الدفاعية الدفاع لسي اه لسي بعرف في لعب بس لا انه زيادة انه حتى المباريات اللي لعبهم قبل ما يوقف الموسم 19 مباراة اللي لعبهم ما كان لها الدرجة سيئة على الهجوم تعرف احلى اشي فيه ونحنا حكينه اظن من قبل او ملاحظينه من قبل بس كان كتير واضح هذا الاشي ما بيخلقوا لهما ما بيلعبوا هجماتهم وترتيباتهم الهجومية مش عشان يعطوا زايون الطابة هو بيخلق لحاله فرص من ولا اشي بتكون ريباوند ما بتعرف كيف في صفي جايك من الويك سايد عم بلم هذا الريباوند وعم بحط بوت باك مش مفروض يقدر يحطه مش مفروض اي حدا يقدر يحطه بس هو بيخلقه لحاله انت علي عم بيعمل اشياء انه بيروح بيوقف بمحله بيعمل حركة صغيرة ما بتتوقع واحد بحجمه بيقدر يعملها بيصفي خالق لحاله فرصة انه يحط بوت باك او انه يعطي جرو هوليدي باس هو يكون من المحل الصح يحط سلم ما عنده هجمات معمولة من الجهاز التدريبي لإله ما في play calling عط زايون بهذا المحل pick and roll بلف هو رح يكون هون رح تعطيه الطابع لا زايون روح وعمل اللي عليك الهجمات كلها حاولين جرو هوليدي وبراندن انجرم ودلونزو بول وكتير جي جي ريدك كل هدول هجمات بس زايون العب من عمل اللي عليك سلة بس اعطيه الطابع وخليه يشتغل هيك اللعب وكتير شاطر بهذا الاشي كتير شاطر على الدفاع ما رح أحط كل الحق عليه وطبعا الزلامة روكي مش لاعب غير 19 هاي كانت المباراة 25 لأهله فلسه ما بفهم بالتمركز الدفاعي والكوفريج وكيف يتحرك من واحد لواحد والسويتشينج والروتيشنج وكل هالأمور هاي لسه عم بتعلم وديرك فيبرز كان سيئ كتير كمان ما ساعده مفروض ديرك فيبرز يكون عم بساعده وديرك فيبرز مفروض عنده سمعة إنه هو لاعب دفاعي ممتاز ما كان ممتاز من مرة بهاي المباراة بس زايون كان كتير سيئ وكتير عمل غلطات إنه أدت لنقاط للجاز كتير سهلة ف يعني كيف انت كانت المباراة إنه عم بعطيك من الجهة وعم باخد من الجهة التانية إنجرم ورادك لعبه منيح بالشوت الأول بعدين هيك بدع أولها بدع ورادك معروف بلف حوالين سكرين وبشو ثريات هاي لعبته هو أحسن لاعب بكل الـ NBA بلف حوالين سكرين يأخذ يضل يلفلف 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 لا يأخذ ثري فاتحة يركد إذا أنت المستمعين إذا أنت لاعب كرة تسلة طلع على جي جي رادك كيف بركد بدون الطابة كيف بيكتاح بدون الطابة هذا من أحسن لعبة الـ NBA وهو مش معاه الطابة كيف بيفضي حاله كيف بركد ورا السكرين وكيف أول ما يمسك الطابة بعد ما يلف حوالين السكرين أول ما يمسك الطابة خلال حركة واحدة بيكون جاهز للتسديد يوصل هو الـ triple threat نصف أول ما يمسكها جاهز هو لا يطلع يشاهد بيقرف المدافع بيقرفه ما بهدى بضل يركد بس بالشوت الأول ما كان عم بلعب بس سكرين ورا سكرين ورا سكرين كان عم باخد الطابة وبدخل اختراقات سلالم حلو كان كتير لعبه وإنجرام بدأ بمستوى ثاني خف بعدين بالشوت الثاني ما لعب المستوى نفسه بس بالشوت الأول إذا ما حتى دورانت طلع تغريدي هو عم بيحضر ممباراة بيحكي عن إنجرام a different breed مو مثله يعني مخلوق ثاني مو مثله بهذا الطول وبهذه المهارات ما في غير دورانت هو ما عم نقارنه بدورانت بس عم نحكي إنه الاحتمال تبعه ممكن يشبه دورانت ممكن وبشبههم كمان ببعض إنه من حافة التنين هي بزرق حافة طوال هي كمان شو رأيك بالشوت اللي بالآخر good shot good shot هالأيام كل حدا عم بروح for three two minutes why not أنا ما رح أعتبرها good shot فضل حال سأعتبرها good learning experience يعني حبيت إنه أخدها ها هو لازم يأخدها ها بس إنجرام لسه مش متعود يكون بهذا الموقف إنه هو معطينه الطابة لأنه كان بقدر يعمل إشي تاني بس هو قال لا رح أخذ step على اليمين أطلع على shoot three تبعتي for the win لأنه هم ما كانوا بحتاجوا أصلا ثلاثية هو أخذ الثلاثية عشان يفوز المباراة بالزبط فكحها بس حلو إنه أخدها لأنه زي ما حكينا قبل شوي البليكنز مش متوقعين يفوزوا البطولة هاي السنة ولا حتى ينافسوا لها البطولة بس بدهم يدخل لما ييجي وقتهم كمان أكمل سنة رح يكون اتعود على هدول الشوتات على هدول التسديدات اللي بآخر ثواني المباراة ورح يكون خلص الضغط تبعهم ما بأثر عليه لأنه صار ماخد وفاكح أكتر من وحدي هاي كانت كتير كتير تجربة حلوة لإله وحبيت عقليته إنه ما خاف منها أخدها وما كانت كتير بعيدة كمان مش إنه خمطها ايربود جيد حلوة منه طيب والجاز الجاز بالعكس كان بلشوا على الخفيف كان شكلهم هيك مش صاحين لسه مش مركزين بس بعدين بالكورتر الرابع بالوقت الحاسم دونوفن ميتشيل اشتغل وورجاك ليش لسه مثلا دونوفن ميتشيل لفل أعلى من براندن إنجرم دونوفن ميتشيل أول شوت كان نازل فيه جرو هوليدي مش سامح له إنش سانتي مش معطيه جرو هوليدي كمان لمستمعينا اللي بدهم يروحوا يشوفوا السلة بطريقة شوي غير بدهم يشوفوا الأشياء الصغيرة اللي بتفرق دفاع ارجعوا احضروا احضروا دفاع جرو هوليدي على دونوفن ميتشيل ما سامح له جرو هوليدي يعمل إشي لأول شوت ونص الثاني ملزق فيه وين ما يروح صعب عليه الحياة كتير بس لأنه زي ما أنت عم تحكي لاعب ممتاز بالآخر خلص يعني الموهبة بتطلع كنت عليه بالوقت الحاسم جاب له أكمل باكت آه بالوقت الحاسم جاب له أكمل باكت مهم أكمل باس حلو وكتير مهمين كانوا وأدوا للفوز هذا المهم غير ووقت الضغط بالأوقات الحاسمة غير اللعب غير بدك لعيب هيكا مش بس مهارات المهارات بصير عجنب بصير هي عقليتك هي اللي تلعب أكتر من موهبتك ودونوفن ميتشيل متعود عنده experience بالبليوف ف عنده هاي الخبرة لسه براندن إنجرام بده وقت لياخد هاي الخبرة والتاني بالجاز اللي طبعا كان كتير مهم للفوز رودي رودي كان ممتاز ممتاز الحلو بالموضوع إنه أول أول نقاط تسجلت بالعودة كانت نقاط سجلها رودي جوبير صحيح هو كان الأساس تبعت الإقاف كله وأول ما رجع هو حط أول نقطتين ومش بس هيك حط آخر نقطتين اللي فوزوا الجاز صح الفري ثروز مهمين كانوا وهو بشوت 60% من خط الرميات الحرة يعني يعني مش إنه معدل وكتير عالي فرودي كان كتير مهم على الجهة الهجومية أولها أعطوه الطابة منيح ركزوا عليه كان لما يطلع يقعد على دكة الاحتياطي ريح فريق ينهر ورجعك قديش هو أساسي لهذا الفريق خصوصا على الجهة الدفاعية بس حلوة منه أنا بسطله بصراحة لأنه مر أوقات صعبة هاي آخر أكمل شهر رودي آه عشان ناس لامو إنه هو بقف إنه هو جاب الكورونا للنبي مسكين طلعت براسل الجاز الحلو بالموضوع كله كان إنه واحد جاب سيرتهم نحنا أنا وياك نفس الإشي ولا جبنا سيرتهم بهال أيام اللي قبل المباراة كل حدا عم بيحكي عن سايون والبليكنز دخلوا الجاز قالوا لك استنى شوين نحنا هون موجودين نحنا فريق مرتب كمان الكل قاعد بيقلل فينا لأنه بوكدانويتش طلع بس بدنا نورجيكم إنه نحنا لسه هون احتياطيين الفريق زبالة بس الأساسيين لعبوا منيح مايك كونلي لعب منيح أنت بتعرف قديش أنا صار لي أول موسم نازل فيه لعب منيح لعب أحسن كثير كان في فترات لعب منيح كان في فترات إنه وين راح مايك كونلي آه ما عم بحكي لعب بمستويات مايك كونلي ممثلس بس كمان يعني ساعد الفريق ساهم للفوت يعني ما عم بحكي لك الجاز رح يعملوا شي أنا لسه أتوقع لهم خروج من أول راوند إيش مايكون ترتيبهم إين مايخلصوا بس لهذه المباراة حبيت إنه إجوا دخلوا فازوا وقالونا كلنا اهدوا شوي يعني هدوا المباراة التانية طيب دويس حرب إليه قوية كانت المباراة هاي والفريقين كانوا بدهم يفوزوا هالمباراة أبرزهم النجوم بتعاون الفريقين يعني كواي ولبران وأنثري ديفيس وبول جورج كانوا جد شادين على هالمباراة منه هي في الموسم يعني مش كتير مهم المباراة هاي مين بيفوز بس مبين عليهم العيبة كانوا بدهم يفوزوا هالمباراة لبران كانوا مبين عليها كتير كتير لا وكواهي كمان كواهي ما بعرف كواهي كواهي يا زلمي بتعرفش كواهي أظن التنافسية فيه دائما موجودة بس مخبية شوي انت علي هو ما بظهر مشاعره بس أعطيك المثال ام تعرفت انه كواهي كتير بده يفوز بالكورتر الثالث كان هو لبرون عم بدافع بعض كتير لبرون دافع ممتاز لبرون ما لعب مباراة منيحة على الجهة الهجومية بس على الجهة الدفاعية كانت كتير حلوة هذه المباراة كانت انه طب 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 عشان متذكر بالموسم قبل أكم من شهر حكا كواهي أو طلع خبر انه كواهي بيقول انه لبرون بخاف يدافع عليه لما يلعب ضد بعض ودائما بتجنبه لما يلعبوا كليبر ضد الليكرز فأكيد اذا أنا سمعت الخبر أكيد لبرون سمعت الخبر هلأ اذا الخبر صحيح ومش صحيح ما لنا دخل مهم انه هاي القصة طلعت بالإعلام فلبرون حط بباله انه بده يدافع على كواهي فكان في أكمل هجم عم يدافع بعض عم يدافع بعض منيح لبرون وقف كواهي بعين كواهي وقف لبرون لما وقف لبرون هيكا هو زي عمل له بلوك خفيف لبرون لفت الحكم وقال له هاي فاعل فاعل ساري مسكييدو هيك عم برجي ونخبطه فحطوا الكاميرا على وجه كواهي كواهي واقف وجه بوجه لبرون وبيقول له بكل هيكا برودة عصا بيقول له عدلوا إياها ثلاث مرات بوجه لبرون فأنا وقتيها كواهي كواهي وحش إذا لبرون بآخر المباراة مسك كواهي ومسك بول جورج بحجمة وحدي صح هلا أشوف في هون وهناك أكمل حركة أعملهم إنه جد تقدر تعتبره فاول بس كمان بهذا الموقف مع هدول النجوم مرات الحكام خلص بمشوا اللعب بس في شكل عام دفاعه كان خرافي يعني أنا حطيت فيديو اللي ما شافه يروح يشوفه على تويتر عم بورجيك الروتيشنز تبعته كيف عم بيقرأ اللعب وشايف شو رح يسير وقاعد بتنبأ الباس الجاي وين رايح بترك المان تبعه بيروح بقص الباس الايكيو تبعه كان مية مية تعالي عالجاه دفاعية ركز صح كتير لعب لعب حلو عالجاه الوجومية قاعد مباراة كاملة قاعد خمسة واربعين اربعة واربعين دقيقة مش بزيادة بس لما إجا وقت الحك آخر ثلاثة اربعة دقائق مين يفوزهم هو يزمان الريباوند هاي الجيم وينر اللي حطها شات فكح لم الطابة ورجع حطها مش فاهم كيف اخذ الريباوند في سكرين شوت شفتها اربعة كليبرز حواليها لما هو عم بشوت الطابة في اربعة اقرب منه على الرم والطابة رح تطج وترجع لأي واحد فيهم بينهم الاربع جابه وحطه فوزهم الشوتي هاي تسديدة هاي اللي هو لمها تسديدة كانت سيئة جدا اعرف شو كان عم بسوي يعني حظه حلو انه لم الريباوند تبع هاي تسديدة عشان ما انه لخم شوي هاي شو اخد شو تاخد ستاب وبتنط برجل واحدة من فريترو شو عم تأمل هلا لمها وخلص نسيناها بس اللي سواه كان غريب كتير قبل ما حسن اداءه بالهجوم كان بس شوغله اعطي انثني ديبس وانثني ديبس كان وحش استوحش انثني ديبس ما له حل ما له حل نسبة تعرف الحلو فيه نسبة التسديد تبعته ما كانت منيحة بهاي المباراة يعني اخذ 19 شو تي جاب منهم بس 8 بس عشان تفول كتير بس حطت بباله عقليته انه انا رح اوصل الفريترو لاين امتى ما بدي بهاي المباراة بشات 17 فريترو ما هو عشان هيك اه انه ما بتقدر شو بدك تسوي اه ما له حل ما له حل هلا اسمع في واحد من المتابعين بعث لي فيديو على تويتر وهي شغلة ما كنت تعرفها بس يعني شوي ممكن اتخوف شجعين الليكرز وهي احصائية انا ما كنت ما كنت تعرفها من قبل انتني ديبس عم بشوت فوق الـ 50% من الملعب بأول 3 اربع من قورتر الاول الثاني والثالث بهذا الموسم بشوت فوق الـ 50% فوق الـ 50% حتى سيت الرقم بس اشي عالي كتير بالقورتر الرابع عم بشوت 40% بنزل كتير فالفيديو محلل كولين كاوهرد بتعرف اظن قاعد بحكي لك انتني ديبس لازم يحل هاي المشكلة اذا وصلنا نحن البلاي اوفس لانه لبرون جيمز اضطر يحل هاي المشكلة بهاي المباراة مباراة هو اللي اضطر يستلم الفريق بالكورتر الرابع مع انه انتني ديبس كان لعب مباراة خرافية مباراة كتير حلوة للكورتر الرابع بالرابع اختفى واذا بدهم يفوزوا بطولة انتني ديبس لازم يشد حاله بالرابع كمان مش بس بأول ثلاثة لانه لبرون مش رح يقدر يفوزهم كل مباراة حاله بالرابع شب حاليا الليكرز متجانسين اكثر فريق شكله الفريق حاليا جاهز اكثر بس انا زي ما حكيت زي ما عم بحكي من اول موسم رح عيد الكليبرز مركزين على البلاي اوفس فقط فقط فانو الليكرز فازون بارح اعتقد ان لسه وضع الكليبرز وضعهم تمام انو انا ما بخاف لو انا بشجع الكليبرز انا بخاف الاجهي التاني اللي ممكن يقلق مشجعين الليكرز انو المباراة كانت قريبة كتير لهالدرجة ولو وليامز وتريز مونتريز هارل ما لعبوه باتريك بريفرلي لعب بربع ساعة من دكة الاحتياط ما بدل انو جاي على البابل على الحرم كان جاي متأخر ما تدرب كتير مع الفريق بصفة مش لعب غير ربع ساعة فانت عندك اثنين كل واحد فيهم معدل وثمانتعشر ولا ثمانتعشر نقطة واحد اساسي ما لعب غير ربع ساعة ولهالدرجة كانت قريبة المباراة فهي ممكن تقليقهم شوي بول جورج بدع بول جورج كان فيه الحركة تبعته كانت حركة بول جورج السنة الماضية مش بول جورج المصاب اللي شفناه هاي السنة بس على الجهة الثانية على الجهة الليكرز يعني لبرون سجل 16 نقطة لبرون ما رح يسجل 16 نقطة بكل مباراة رح يسجل كتير اكتر كاروسو كاروسو لعب كتير حلو ورجعك اشياء دفاعية على الجهة الدفاعية قرأ له أكمل شغلي هون هناك حبيتهم كتير منه كاروسو ازمع نحن نتخوت على كاروسو عشان شعره عشان شعره الصراحة بستاهل واحد يتخوت عليه بس المجهود اللي بيقدمه كاروسو على الجهة الدفاعية ممتاز ممتاز يعني برابا برابا لعبه كان مصدي بس ديون لعب منيح يعني اتفاجأت وكوزما كمان حط أربع ثلاثيات هذا هو الكوزما اللي بيحتاجه الليكرس اذا هذا الكوزما لعب كل مباراة هيك وضعهم تمام وضعهم سالك ما بتخاف عليهم مشكلة انه كوزما لليوم ما اثبت انه بيقدر يعمل هذا الحكي بكل مباراة وان شاء الله يا اوجي نرجع منشوفهم بنهائيات القسم الغربي بدنا سبع مباريات بدنا سبع بدنا سبع بدنا سبع مباريات من هذا الحكي تاني يوم كان في ست مباريات ما رح نخلش فيهم كلهم دويس بس في تنتين لازم 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 نتعمق فيه أول واحدة طبعا بورتلند والمنفس غريسديس واو لأنه فريقين مسليين بس غير هيك مباراة أهميتها أهم من كل هدول المباريات يعني الليكرس والكيبرز قد ما هي مباراة حلوية قد ما فيها نجوم أهميتها مش بزيادة يعني الليكرس خلاص ضامنين الأول تقريبا الكيبرز مش كتير خايفين ينزلوا على الثالث وأصلا زي ما أنت حكيت مش كتير فارقة معهم باقي الرجلر سيزن بس الغريسليز وبورتلند هدول بحرب هلا شو المباراة وراءة رائعة رائعة الثنائي تبع ديم و سي جي يعني كان فل سلندر عم بلعب هذا الثنائي حطوا 62 نقطة والحلو بالموضوع أنه كيف أخذوا يعني أدوار أنه واحد يستلم بعدين الثاني يعني بالأول كورتر الأول نعبوا الثنائي منيح بعدين سي جي ولعب الثاني ديم هدى شوي سي جي استلم بالثالث سي جي ما حطش ولا نقطة ديم استلم بعدين رجع سي جي استلم بالرابع بعدين لما خشوا الأورتايم الثنائي استلموا حطوا 11 نقطة من الستعشر اللي سجلوهم البليزرز وخلص كانت أنا أنت أنا أنت طبعا كان فيه مساعدات من نوركيتش من ميلو نوركيتش يا زلمي ورجانا 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 شو كان ناقصهم البليزرز فريق تاني مع نوركيتش وكولنز يعني بس خاصة نوركيتش كولنز وجوده ساعد لأنه كان موجود كانوا يخافوا أنه يتركوا لأنه بيعرف في شوت 3 ما عمل أشياء كتير بي أو الدقائق اللي لعبهم يعني إحصائيات تابعته ما كانت بزيادة بس وجوده ساعدهم على الدفاع بدأ على الدفاع بنيح بس نوركيتش نوركيتش على الدفاع نوركيتش كان متوحش على الدفاع سيكس بلوكس تو ستيلز طوله 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 كان عم بوجع راس كل حدا وحركته يا زلمي نحن ناسين نوركيتش مع أنه جثة ضخمة كبيرة كتير بتحرك بنيح حركته ممتازة بيّن أنه تعافا كليا من إصابته هذه أول مباراة لنوركيتش من تقريبا سنة أو سنة ونص من إصابته تقريبا جاب 18 نقطة 9 ريبوند 5 أسس 6 بلوكس و 2 ستيلز هذا فريق ثاني هذا فريق ثاني مع نوركيتش يعني لو أنا الليكرز بتمنى أنه البلايزرز ما يأخذوا المركز التامن الوست لأنه سيغلبوه هذا الفريق مش مفروض يكون بمركز التامن لو كل نجومهم موجودين كان هذا بيكون مركز الرابع أخطر أخطر من مركز التامن ملو سجل 21 نقطة و شوتي كتير كبيرة كتير رهيبة هي اللي ودتهم لأوفر تايم طبعا كان سيكونس الله حلو باس 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 ملو شامط 3 وبآخر المباراة كان عنده فرصة بنفس المحل يأخذ نفس الشوتي وينهيها وكان مفروض ينهيها ما ضبطت طبعا خشوا على على الأوفر تايم وفازوا بس الملو اللي شفناه كان كتير مرتاح بدوره مش هو السوبر ستار تبعهم كان معطي الطابة لسي جي ولديم وتاركهم يعمل اللي عليهم بس لما تيجيه كان جاهز يعمل اللي هو لازم يعمل زي مين تذكر أوليمبيك ملو لما كنا نشوف كارميلو آنتني بلعب بالأوليمبيكس كن في دايما عنده نجوم هم اللي مستنمين الفريق هم قادة الفريق بس ملو جاهز اه وملو جاهز بس تعطيني الطابة أنا أحط لك سكور لما بدك إياني أحط سكور هيك هيك زكرني طبعا أكبر بالعمر وأبطأ شوي بس نفس الدور عن بلعب فمت علي؟ وزي كأنه خلاص ارتاح له ملو هداف لو يلعب كمان خمس سنين لو بتنزله على الملعب تعطيه الطابة بالمناطق اللي هو بيحبها هيجب لك خمسة عشرين نقطة كمان خمس سنين ما عنده أي مشكلة سهولة عنده بمسكها على ال وين مكان جاب جاب وبيشوت روعة روعة الغريزليز يعني عمرهم وخبرتهم بيّنت ها كانت لهم مفروض المباراة بس لعبوا منيه كانوا خسرنين بكتير بعدين رجعوا تقدموا بكتير 12 نقطة أظن إذا أنا مش غلطان وكان مفروض خلاص إنه هاي مباراة لكم بس ضيعوها وهاي شغلة خبرة تعلي والنقطة الكبيرة هون إنه إذا وصلوا الغريزليز أو ضلوا بالمركز التامن أو نزلوا للتاسع ولعبوا بالبلاين بالتصفيات الصغيرة هاي مباريات تامن ضد التاسع ضد فريق زي البليزرز الخبرة رح تلعب دور كتير كبير كتير كانت واضحة مبارح ديم و سي جي مرتاحين كانوا من أول مباراة آخرة حتى سي جي بالكورتر التالت لما ما سجل ولا نقطة ما أثرت عليه دهنيا ضلوا عقله تمام أنت علي الغريزليز لعبوا كتير حدو بس في مرات تستعجلوا شوي في أشياء سووها أنه لا ما كان مفروض أنت تعمل هاي الحركة هذا الباسل غلط هون أنت مفروض تأخذ الشوتي هون أو بالعكس بدلا ما تأخذ هاي الشوتي مفروض تعطي باس هون شيئ صغيرة تيجي مع الخبرة فهمت علي يعني جاء جاء بدا كتير 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 خرق أول المباراة ما عم بعمل إشي بعدين ضوى لا بس اسمع ما عم بأكس بس أنت لاحظ جاء نحن يك بقول لك جاء صانع لعاب كتير أكبر من عمره عشان جاء بما أنه تسديدته ما كانت عم تدخل بس كان عم بمشي لعب كتير صح طلع على الباسات اللي كان عم بسويها كيف كان عم بيدير اللعب للغريزليز وبعدين بالكورتر الثالث لما رفع التمبو شوي رفع السرعة للعب ووقتيها بنوا الفارق خمي بعدين صار فيه مساحات اللي يدخل يسوي سلالم والحلوة وهيكا يعني خلص بـ 22 بوينت و11 أسست وكان عنده فرصة بآخر بآخر المباراة بس تزحلق تزحلق وهذا حظ سيء هذا حظ سيء عشان أنه أكيد لو أنك بتشجع بورتلين كان خف عقلك أنت ضاير ثلاث دواني وجاء موران جاي على الفاس بريك يعني هارد لك أنا هيكا وقفت أنه تتعرف كيف لما تحضر المباراة القدم يكون فيه انفراد أنا هيكا توقف أنه هيكا حسيت بس مسكين تزحلق وراحت عليك بس تقتله لجاء بايش كان حلو بايش كان حلو المباراة أنا كيف نصور كان عنده أليوب كتير حلو شفت الأليوب تبعه محلة رائع من رائع متعة ومربي شعراته بعدين جاء مش عم بروح على الحلاق اللي بي عمل لي كشة صغيرة عراسه بس لا بقيت له بس جارين جاكسون جونيور ساير ستيف كوري من التريات شات 15 تري بس جارين جاكسون جونيور طول عمره من لما خش عم برجيك هذا هو الباور فورورد الجديد طبع الأمبيئي لأنه بلعب وما عنده خوف يعني زي كات كيف عندهم التسديد من برة مش إنه شغلة بيعملوها شغلة هم كتير شاطرين فيها وما عم تحكي إنه هذا واحد بيقدر يشوت ثريات لا هذا واحد مفروض يشوت ثريات عنده جاكسون جونيور يعني ديش هل تمبارح فوق الثلاثين الثلاثين نقطة ستة من خمسة عشر ثلاثية واختراقاته كمان كانت رائعة فأنت إذا بتشوت ثريات منيح لازم الدفاع يحترم إنك إنت يعرف تسدي ثريات فلما تسوي فيك حيطلع لك فالدفاع حيقرب عليك وإنت على ثري تفتح المساحات للاختراقات ويقدر يخترق ويخلص باليمين وبالشمال بي عنده كم من دنك اللي حطتها بالشمال كثير صعب الواحي دافع عليه فيه كثير صعب فهذا اللي أعجبني بالغريزليز الغريزليز ما إنه زي ما أنت حكيت البلايزرز خبرتهم أكبر وبلايزرز خبرتهم أكبر من كل الفرق اللي عم تنافط على مركز التامن يعني بلايزر المفوض يكونوا من أحسن فرق المنطقة الغربية لو ده الإصابات بس اللي أعجبني بالغريزليز إنهم ما استسلموا كل ما البلايزرز يبنوا فارغ يرجاع يعوضوه حتى بالأوفر تايم بالأوفر تايم تقدموا بـ 11 نقطة رجعوا خلصوا الفارغ لنقطتين فالغريزليز محاربين عجبوني كثير بهاي الشغلة وحوش وحوش يعني أنا بشوف لو لما نوصل للمباراة التأهيلية اللي هي ستكون بين منفس ضد يا إما بورتلند أو البليكنز أو الـ Spurs أو الـ Kings أنا بقول لغريزليز بغلبوا أي واحد من هذول الفرق إلا البلايزرز هك بتوقع الروكيتس والمابز المباراة الثانية اللي راحت أوفر تايم تعرف كم كان السكور بعد الشرط الأول اسمع الكورتر الأول كي أعكي لك الكورتر الأول 45 الشرط الأول خلص 85 75 آه يعني نحن نعرف أنه الفريقين هذول كتير هجوميين بس زي كانه خلص قرروا ما يلعبوا دفاع آه اسمع هاي المباراة ما كان فيها جمهور وما كان فيها دفاع الدفاع الدفاع عيد كان معي دفاع أنا كتير بحب الأقسام أنا كتير بحب الأقسام وكتير بتسلى لما أحضر مبارياتهم يعني الجهد اللي بحطوه عشان هم يضلهم يلعبوا مع فرق فيها عمالقة كتير حلو يا زلامي لما دخلوا لهم بوبان بوبان قد ضعف أطول واحد عندهم كان ماسكو روكو كان ماسكو بيجي كان ماسكو هاردن حتى أكمل مرة بوبان إنه بمسك الطابة وبلفه بحطها بس بحاربوا معه كل هجمة بورزينغس نفس الإشي يعني عم تحكي عن فريق دالس اللي فيه اتنين مش بس سيفن فوترز كتير أعلى من سيفن فوترز سيفن ثري و سيفن فور أطول واحد عند الروكيتس سيك سيفن بس بحاربوا واللعب اللي بلعبوه كتير حلو يا زلامي لأنهم كله مجهود كله هصل بليز كله وحوش وحوش مقاتلين كتير بتسلى وأنا بحضر هذا الفريق وهذه المباراة كانت كتير مسلي كتير كانت مسلي عندي اعتراف أنا أوجي اه أنا كمان كتير استمتعت بوراهاي تغير تغير دويس شو عم بصير معك ما بعرف شو عم بصير بس استمتعت المباراة مش بس عشان لوكا جد استمتعت وأنا بحضر الهيوستن روكيتس أقول لك كل شي انت حكيته باتفق معك أنه جد هدول الأقزام هدولة مش قلال مش قلال أبدا من مرة وحاربين كلهم من أولهم لآخرهم من رسل ورسل يعني بظل يعمل اللي بيعملوا رسل أنه في عندك مرات حركات بسويها أنه رسل شو بتسوي يا زلم مشان الله ليش هيك قاعد بتسوي بس بحط بباله أنا رح أضل أهجم ورح أضل أحاول أدمر الرنج بس بده يخترق وينط ويدنك على الكل وإذا ما بقدر يقدنك بده يحطها سلالة بس هاي عقليته ظل يخش هاردن عنده لعب هاردن وكتير بضحك يعني كان في لقطة خش بين اثنين كانوا عم بيبعتون له دابل تيم دايما صح؟ هو اسمع من الكورتر الأول جاب 23 نقطة وما فكحش ما فكح ولا شوتي فالكورتر الثاني قالوا لك المامريكس لا لا أول ما يقطع نص الملعب دابل تيم اسمع دابل تيم هاد ظل يجي وهو يقرر يخش بيناتهم يسبلتس دابل تيم يعني فظبطت معه مرتين بلكن الثالثة كتير ضحكتني لأنه شافهم جايين لعنده ونط زي السمكة زي السمكة هيك نط بيناتهم وقعت طابة ظل بضحك منظره كان أخذ الفاول طبعا لأنه جيمز هاردن ستب باكس كل محل يعني هجوميا هذا الزلمة رائع بس حتى على الجهة الدفاعية لعب حلو لعب حلو يعني كان عنده أقم من نقطة دفاعية كان عنده أقم من نقطة كان عنده أقم من نقطة كان عنده أقم من نقطة بآخر كورتر فيه دو ستيلز كانوا هم طالعين فاست بريكس هو قص الطابة أخذها من مين ما يكون عم بعطوها أوتلت باس يعني بعيد وهو كان يرجع يأخذها ويبدأ هجمي من أول جديد وهذا الحكي عم تحكي يعني بالرابع لما نحن محتاجين كل نقطة كالروكيتس أو كالدالس مابريكس بس ما مقدر أحكي ما مقدر أحكي أي حدة بهذه المباراة دافع منيها أوكي ماشي حق 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 يعني كم من مرة لوك أطلع عن جيمز كمان اللي بيان كتير واضح اللي هو قديش الروكيتس مشتاقين لأريك جوردن لأنه أريك جوردن طلع مصاب بآخر مبارات تمهيدية المباريات الودية تبعتهم بيقولولك يا أسبوع يا أسبوعين رح يغيب عنهم فأول أكمل مباراة بالراجل سيزن ما رح يلعبهم هلأ شوف أريك جوردن هاي السنة مش إنه كان مبدع أول السنة راح عليه شهر نسبة التسديد تبعته 37% ومن الثلاثيات 32% بس على الجهة الدفاعية هو أقوى مدافع قارد عندهم لأنه روكو بلعب ضد البيغز زي ما شوفنا روكو عم تحكي إنه هو بي جاي تاكر بلعبه نفس الدور دائماً بمسكه البيغز فعال قاردس على الجنحان دائماً بحطوا أريك جوردن يمسك أحسن قارد أخطر لاعب للخصم هاردن ورس هاي مش شغلتهم يعني لو أنه عم بلعب أريك جوردن بهاي المباراة كان هو اللي ماسك لوكا مش هادلاك التنين صحيح فرح يشتاقوله شوي وفازوا هاي المباراة بس كمان أي حدا عنده 7 فتر وحضر شو عمل بوبان أو حضر شو عمل كريستابس بلقطات صغيرة بهاي المباراة بيقول لك آه هذا منقدر نحنا نستفيد منه هاي نقطة الضعف طبعة الروكيتس نقدر نحنا نستفيد منها والروكيتس طبعا ما بدهم ينزلوا للسابع أهم إشي عندهم إنه ما ينزلوا للمركز السابع عشان ما يلعبوا ضد الكليبرز بدهم يضالهم سادس أو فوق وهاي كانت كتير مهمة المباراة لأنه عم بلعبوا ضد الفريق اللي تحتهم بالسابع صحيح حلوة منهم أنا كتير مبساطة المابز اقتنقوا اقتنقوا كانت المعلقة عم تحكي إنه تجلهم بالمباريات المتقاربة مش منيح إنه عندهم خسرات كتير هاي مش أول مرة بتصير معهم هم أكتر فريق خسرانين هذا الموسم بفريق خمس نقاط أو أقل خسروا 16 مرة وهاي كمان أظن بدهم خبرة يعني عليك يعني عمتك طائدهم عمرة 21 سنة بالضبط بالضبط بالمباريات الثانية يا دويس البوكس غالبوا السلتكس جيسون تيتم زبل 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 يعني لعنة ما انتما رجعت أصل هزمان لا لا كمبا ما لعب كتير وهاي يا مشاجعين السلتكس حطوا عندكم عليها يديش رح يلعب كمبا لأنه إذا ما عم بلعبوه كتير هذا معناته لسه خايفين على ركبته في إشي في قلق في قلق مية مية البوكس يعني يانس يش هو يانس هو هد يانس بسهولة 36 نقطة 15 ريباون 7 أسس إيزي إيزي ماركس مارت ما كان عاجبه أقول لك الحكام صحبة مع يانس عشان الأوفنسف اللي بطل أوفنسف حسبوه أول إشي أوفنسف عليه كما ضرب دانيل تايس بروكبيته وضربه صح صح وبعدين في واحدة تانية اللي حسبوها بلوكينج على ماركس مارت هو كمان قال لك لا هاي مفروض شارج ويانس كان عنده خمس فاولات ما بعرف يعني كان لسا عم بتحرك شوي إنه صعب حتى جيلن براون على الإنستغرام ستوري تبعه حط صورة فوتوشوب يعني يانس قاعد بسلم على الحكام إنه هو يعني دعم على الحكام زعلان له يا جيلن أحلى إشي بالمباراة كلها لما ماركس مارت كان يعمل سويتش عليه لأنه يعني كل الاحترام لما يلعب على الجهة الدفاعية الزلمة ما بخاف من حدا ما بخاف من أي حدا وكان يصير سويتش ويمسك يانس بس حجم الفرق الحجم كتير كبير كتير كبير وهذاك عم بشد شد بس بحاولي يوقف يانس طبعا ما رح يقدر له ما سهلو منه ماركس مارت على الهجوم مش بطالة لا نحكيش عنه كتير عشان هو دفاعيا هو من أحسن خمس مدافعين بالنبيا يمكن أو عشرة ماكسيمم بس على الهجوم عم بتحسن تحسن شوي شوي لسه بجلطني بآخر المباريات الثقة بالنفس موجودة يا دويس الثقة موجودة عنده الثقة بالزوت ما عنده أي خوف حيشوت سبيرز غلبوا الكينغز فينيكس غلبوا واشنغتن ورلاندو مسحوا الأرض بالنت يعني خلصت الفرق عشرة بس بالشوت الثاني أظن كانوا غالبينهم ب30 إشو 30 نقطة مسحوا الأرض فيه عشان النت مش فريق النت هذا مش فريق NBA ليش ما لعبوا جمال أظن مش جاهز صح مدنيا مش جاهز ممكن أنا سمعت سمعت على تويتر في صحفي حكي أنه جمال ما حيلعب اليوم قبل مبارا يعني أعلنوها لو حطوا جمال أمورهم تمشي كان فازو كان فازو أكيد طيب يا دويس تعرى كيف تغير تصنيف الفرق من وراء هاليومين قل لي رأي أعطيك خبرية بلكن ما تعجبك السباق للمركز الثامن بالوست تفجر تفجر ولازم تحط عينك على فريق ما رح يعجبك يا دويس اللي هو سبيرز عندك المنفلس غريزليز بعدهم ثامن وراهم عندك التريل بليزرز ورا التريل بليزرز بنص مباراة صاروا هلا لسبيرز لأنهم فازوا على الكينجز ورا السبيرز عندك البليكنز والكينجز المعلوم المهمة النقطة المهمة هون أنه أولا واحد من هدول الفرق لازم يوصل للمركز الثامن عشان يخش للليافس لازم يضلوا بفرق أقل من أربع مباريات بالمركز التاسع صح مباريات البليزرز الخمسة الجايين ضد السلتيكس الروكيتز النوغيتس الكليبرز والسيكسرز جدولهم في حريقة الله يعينهم وراهم بالزبط السبيرز وانا بعرف انه انت زعلان على هذا الموضوع لأنك ما بدك تشوفهم بالبليوفس بدك تشوف حدا تاني بس جريك بابوفيش يا دويس شو أحكي لك يا زاو ما بتصدق لو بوصل البليوفس ما بصدق ما بتصدق يعني بصدق عشان بصدق عشان كل ما جيب سيرت هذا الموضوع بقول لك اسمع احنا عم نحكي عن كل هدو الفرق بس السبيرز اخرتها حينيقول لك طريقة زي راش ما نحكي اخدتهم يوم اخدتهم يوم يوم لا يطلعوا عن الكينجز وعن البليكنز بس ضل البليزرز هلا ويوم ثلاثة تمانية يعني كمان يومين رح يلعبوا ضد القريزليز بأربعة تمانية بلعبوا البليكنز ضد القريزليز وبتسعة تمانية بلعبوا البليكنز ضد السبيرز ففي تلات مباريات بين هاي المجموعة كتير قواية وعندك كمان البليكنز بلعبوا ضد الكينجز مرتين فانحنا هلا ما عم نحكي كتير بالكينجز لأنهم نزلوا وراء السبيرز بس اذا فازوا هدلاك المباريتين الكينجز ما بتعرف شو بيصير يعني الامور كانت واضحة بس هلا بطلت من مرة لا ما كانت واضحة اسمحي ما كانت واضحة بس هي عشان تصالها خمسة شهر واقفة بس هلا في مباريات فقط كل اشيء عم بتغيّى مثل البورصة مثل اسهم طالع نال طالعوا كل يوم طالعوا كل يوم فريق بيطلع فريق بيطلع هلو أنا أكشن الروكيتز طلعوا مركز من السادس للخامس بس أوكي سي ودنبر لسه ما لعبوا فهذا ممكن كله يتغير الليكرز والبوكس محتاجين انتصار واحد عشان يضمنوا التأهل بالمركز الأول والرابترز بعد اللي صار مبارح مع السلتكس يعني صار عندهم شوية ارتياح لأنه جدولهم أصعب من جدول السلتكس بكتير بس بما أنه السلتكس خسروا أول مباراة ارتاحوا شوية الرابترز مش رح يكونوا وراهم وراهم السلتكس طبعاً مش ضمنين إشي لسه بس يعني أحسن من المبارح وأنا بتوقع لك أنه الأسبوع الجاي لما نرجع نحكي أنا وإياك هذا كل الحكي رح يكون يتغير لأنه كل يوم رح يصير كتير أشياء أكيد أوجي وحش الأسبوع أنا بدي أعطيك وحش الأسبوع هالمرة مين وحش الأسبوع جيمز هاردن استنى شوي ارجع عيد اتكر التاريخ جيمز هاردن وحش الأسبوع هذول ثلاث كلمات مستحيل كنت أتخيلهم طالعين منك وحش الأسبوع وهاردن واستحيل أعطي لماذا أنا مبسوط اليوم لهالدرجة مبسوط أنه سأعطي وحش الأسبوع لجيمز هاردن مستاهل مستاهل وكمان استمتعت وأنا بحضره بلعب عشان قربت أنا أفتح صفحة جديدة مع جيمز هاردن اتداءا من اليوم هذا خبر كبير خبر كبير خبر عاجل أنا أفتح صفحة جديدة مع جيمز هاردن أولا زي ما أنت شايف أنا بالكورونا كمان ربيت لحية مثل جيمز هاردن هكذا أحترمه أنت تدير بالك على اللحية ليس سهل ليس سهل لكن يأتي معها قوة يأتي معها responsibility يا ساتر لا أزمع لكن ماذا يعني جاب 49 نقطة 9 rebounds 8 assist 3 steals 3 blocks و 3 steals 2 منهم كانوا كتير مهمين كان مفروض يفوز الفريق بآخر مباراة لكن الحكام سرقوا يعني كان عنده هاي 3 شفت أنت الذكاء طبع جيمز هاردن كيف يبين عمله الإنباوند شاف أنه رح يجوا يفولوه على طول لف وشات كان مفروض يعطوه ثلاثة 100% كان مفروض ثلاثة الفريترونز 100% استهلا حكى المعلق خلال المباراة أنه جيمز هاردن كمان بلش يتمرن يوغا كتير خلال فترة الإيقاف فأنا هاي باحترمها لحركة باحترمها عشان أنا باحترم الناس اللي باعتنوا بصحتهم الذهنية وصلابتهم الذهنية لأن هاي كانت نقطة ضعف جيمز هاردن هو تحت الضغط في البليوفس ما بلعب لعبه ما بظهر بمستوى اللي بظهر فيه خلال الموسم فأنت لما تلاحظ هاي نقطة الضعف وتشتغل عليها وتحسن حالك كإنسان وكلاعب أنا هاي باحترمها باحترمها منه ثانيك أنا قررت أفتح صفحة جديدة مع جيمز هاردن وحش الأسبوع جيمز هاردن قبل شهر أو شهرين طلعوا صوره لما بدأ هالروتين الجديد في عمل يوغا وبطلع بتسلق جبال وبعرفش إيش كان نحفان كتير متذكر الصورة هذه كانت غريبة مبينة ما حدث فيه لأنه أنا شفته يعني ما عم بحكي لك ناصح نحفان شوي صغيرة ملكين بس بعده كعبول شوي آه بعده كعبول الصور غريبة حتى يوكتش شفنا يوكتش بمبرايات التمهيدية قبل أسبوع مش شكله هالقد نحفان يعني نحفان بس مش مثل الصورة اللي طلعت الصورة طلعت بيّن زي كأنه بورزينغس صح ولا لا لاحظتوا أنت ولا ما شفتوا صح بدع بدع بهاي المباراة ما شات منيح شات له مليون ثلاثية ما جاب ولا وحدة لجاب وحدة بالآخر كانت مهمة كتير بالظبط أهم وحدة فيهم أهم وحدة هاي ممتازة إنه في ناس تتأثر نفسيتهم لو فكح عشرة ثلاثيات بس ظلوا يسدد عشان آخرتها تفوت هو بعرف وفاتت وفاتت تقب نفسه إنه آخرتها تفوت وغير هيك زي ما حكينا نعب على الدفاع طريقة خرافية بصراحة ظل يهاوش مع العمالقة وبلم ريبونز وبلوكس يعني حتى إذا مش بلوك قاعد بأثر عشوته يعني قاعد بصعب الحياة عليهم كان أهم من هيك كمان في بلوك على بورزينغس كانت رائعة أه بالظبط وأهم من هيك لما سرقوهم لحكام وعطوهم بس 2 free throws حط الأولى جيمز هاردن كانوا خسرانين بنطتين فكح الثانية من لم الريبوند وحط الputback كشان يودينها للأورتايم روكو ومن وين طلع ما بعرف لأنه كان واقف علين على الجهة الثانية ولف حواليهم وجه حط الputback من الجهة الشمال هو كان واقف على اليمين روكو ساهم طالع كتير أنا عندي جو بير ساهم طالع عشان مسكين هو كان مر بفترة صعبة جدا بعد الكورونا عشان هو كان أول واحد كان فحصه إيجابي بالNBA وصار في كتير هيكا هيصة بالإعلام إنه الحق عليه وهيكا وكان هو تصرفاته كمان ما بساعدت عشان هو راح لمس كل المايكروفونات وعمل حاله مش خايف من الكورونا بيّن شكله هبيلة فحلو كان بأول مباراة هو سجل أول نقطتين وآخر نقطتين لعب منيح كمان ساهم طالع ساهم طالع كمان ساهم طالع لبنش الليكرز كاروسو وديون ويترز حكينا عنهم قبل شوي هذول لازم يقدموا أداء ممتاز إذا الليكرز بنتهم يفوزوا البطولة هوميو كوزما هوميو كوزما الساهم نازل بأنه بس لعب مباراة واحدة جايسون تيتم كان خبّص خبّص جاب جاب 2 من 18 بس سمع ما جاب 2 من 18 وجاب 1 من 17 بس في إيش منسمي أونجول لعيبة الباكس عم بطجة وطابة بين بعض ودخلت هم اللي دخلوها بسلتهم وهو كان أقرب لاعب عليهم فهي بقوانين الـ NBA كيف نحسب لأنه أقرب لاعب على لعيبة الباكس ما رح يحسبوها للاعيبة الباكس مش زي القدم إذا أنت دخلتها بحالك بحسبو لك إياها أونجول لا هون بعطوهنا لاعب من فريق الخصم كان جايسون تيتم واقف جمهم بنحسبت له فلو بتشيل هاي السلة 1 من 17 أوف والله قوية بس 5 بس ما بخاف عليه لا لا ما بخاف عليه بس حاليا هذا الأسبوع سهم ونازل سهم ونازل أنا عندي سهم طالع بس مش لاعب لديك تعرف مين الجمهور سهم الجمهور طالع المباريات بدون الجمهور مش نفس الشعور الجمهور جزء كتير مهم من المباريات كتير حتى مع أنه الأن بي اي ويعني رأحكي لك إياها تذكر الأسبوع الماضي قعدنا نحكي أنا وإياك عن الملعب والأصوات اللي عم تطلع والأمور هاي الأن بي اي ربحنين هالأسبوع لأنه ظبطوا هذا الإشي يعني صوت الجمهور بطل يدايقني زي ما كان يدايقني الأسبوع الماضي لما يطلع صوتهم كان يطلع بعد اللحظات الصح شغلة الجمهور اللي على الشاشات مش عاطلة من مرة بتضحك شوي لأنه مبين أنه في ناس مش عارفين كيف يعملوها كيف يستعملوها يعني كان في واحدة طالعة جنابي مباراة الروكيتس والمابز هي صورتها طالعة جنابية فأظن هي ماسك التليفون غلط ولا إشي بس مش عاطلة كنت علي يعني حاولوا يضبطوا كل هالأمور هاي وصراحة يعني كتير كانت أحسن المباريات التمهيدية بس صوت الجمهور يا أخي ما في زيه ما في زيه حتى بالدعايات لما تطلع من نحن عم نحضر هاي المباراة لدعايات اللي قصاروا قبل ما يتوقف الموسم إذن غير غير جمهور سهل مطالع أوجي أظن لازم نتعود على نحضر مباراة دون جمهور بشكله حتى للسنة جاي رح يتعود بشكله حتى للسنة جاي قلت لك يمكن كمان ما يكون فيه جمهور في أميركا لا لا هاي مشال روبرتس اللي حكت هيك هي المسؤولة عن نقابة اللاعبين بس يعني إن شاء الله لا ورح نتعود رح نتعود يعني شوف رح أحضر إذا حطنين جمهور مش حطنين جمهور لو عم بلعب وصالة فاضية وما في ولا شاشة وما في ولا صوت رح أحضر لأني بحب الأنبيهي بس الشعور مش نفسه هذا اللي عم بحكيه فمشان هيك سهم الجمهور بشكل عام طالع أنه عم نشوف كلنا عم نشوف قديش مهمين نحنا للرياضات انت علي؟ بس هذا اللي عم بحكيه بس اللي عم بحضر للتلفزيون يعني كل اللي عم نحط على التلفزيون زوايا التصوير اللي عم بستعملوهم في المباريات رائع في زاوية بالذات اللي على طرف الملعب فأنت بتشوف الملعب كأنك واقف على الملعب فبتشوف قديش طول اللعيبة بتحس بسرعة المباراة كير حلوين الزوايا لاحظت انت اه مثلا هاي الزاوية بالذات بقدروا يش سووها بملعب لما يكون فيه جمهور عم بلعبوا بالكاميرات وعم بعملوا أشياء عم بحاولوا بجربوا أشياء ما بجربوها بالعادة وهذا حلو منهم لا لا يعطيهم العافل الان بي اي صراحة شغل جبار اللي عم بيسوه وصرفوا مصاري كتير عشان هذا الاشي مثيرة للاهتمام بلبرون جيمز شو لقبنا للأسبوع الماضي يا دويس الشايب الشايب ليش لقبنا الشايب لاحظت ان صبغها شرفك لا ما لاحظت ايه رجع تطلع عليها بطة الشيبات كانوا كتير واضحين قبل أسبوع كان هون على الجنب من ورا على الجهتين الشيبات كتير واضحين لما تحضر للمباراة هاي ما كان في شيبات طيب انت اودي بالكاش تسوي مثل لبرون لا تصبغ لحيتك بالعكس زعلني لبرون أسبوع الماضي قلت له قديش مبسوط انه انا وياها زي بعض شيباتنا اه حكي والم في بي الشايب 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 طراح الشايب صبغ شعراته صبغ لحيته زعلني اللي عجبني كتير انه بالجمهور طبعا مفيش جمهور بس في جزء من الملعب بيقدروا ييجوا عليه اللاعيبة تبقون الفرق الثاني ويحطر المباريات هاي طبعا هم صوت الجمهور هم صوت الجمهور بس انه هاي طبعا بالانبيا الطبيعي ما بتصير عشان لعيبة مسافرين بلد تانية بس هلا كل لعيب موجودين بأورلاندو كل يوم قاعدين جنب بعض بعدين ها فمثلا بمباريات مثلا مباراة اللايكس والكليبرز كانوا قاعدين كل البلايزرز عم بيحضروا بحلو تشوف هاي كان دمار قاعد كان كاي لاوري قاعد كان في كتير العيبة قاعدين بيحضروا صحيح صحيح وأظن هاي رح تصير كتير لأنه فيش اشي تاني يعملوه فرح يجوا يحضروا بتسلوا بس كمان سكاوتين يعني طبعا ماذا الفرق التاني الشغلة التانية المثير للاهتمام عن المعلقين هلأ إذا عم تحضر بليك باس بتقدر تنقي أي معلقين تسمعهم فحلو كتير أنا مرات بحب أحضر مباريات مثلا مع معلقين الفريق نفسه عشان كتير مش محايدين أبدا حسب الفريق عمرك سمعت معلقين بوستن اه مثل معلقين بوستن مع بوستن 100% انه بتعرف انه مع بوستن فيمت عليه وبركزوا بس على هذا الفريق متا كنت عم بسمع لمعلقين البلايزرز بيعرفوا كل شي عن البلايزرز انه جد لو تقعد تسمعهم بيعرف جد سي جاي مكولم أبن بارح كان المطعم الفلاني وهيك هيك يعني بيعرف كبير معلومات هم جزء من الفريق تعرف الحكي انت هم بسافروا مع اللعيبة بنفس الطيارات مع اللعيبة يعني بيقضوا معهم وقت كتير أكتر من أي معلق تاني يعني مين مارك جاكسون وجيف فان غندي والشباب هدول معلقين ESPN ومعلقين TNT هدول بيروحوا على المباريات الكبيرة وبروحوا هدلاك الموسم كله بيقضوا مع اللعيبة فانت قاعد تلعب بأرضك هم موجودين بأرضك قاعدين بعلقوا كل يوم عم بيشوفوك لما تروح تسافر تلعب بروترب بمحلات تانية على أراضي الفرق التانية هم معك على الطيارة نازلين بنفس الأوتيل بيطلعوا معك بنفس الباص على المباريات يعني جزء من الفريق فطبعا بيعرفوا كل هالأشياء مية بالمية بيعرفوا لأنهم معك دايما كلاعب ففاهمك أنا حلو حلو الواحد يغير بس تعرف مين برأيي أنا أحسن معلق بكل الNBA مين أو بالأحرى لازم أحكي معلقة الNBA دوريس دوريس بيرك دوريس بيرك أفهم وحدة بكل تسلي اسمع شو بتحكي انتبه عليها شو بتحكي فاهم المباراة أكتر من أي واحد أهم المباراة بس تنى شوية هلا لأنهم في نوعين معلقين في عندك اللي بيسموه play by play وفي عندك اللي بيسموه analyst المحلل play by play بالعادة هو المارف آلبرت المايك برين اللي بيعطيك البانك واللي بيعطيك هدول الأشياء اللي عم بتصير كل ما يصير إشي بيحكي لك فيه وعندك المحلل اللي هو المارك جاكسون والجيف فان غندي اللي بيحكي لك ليش صار هذا الحكي هو سوى هيك عشان هيك شمت علي دوريس محللة فهي مفروض تكون فاهمة اللي معها معلق وسألو مثلا حتى لو بقارنها مع مدربين تانين فأعتبرها هي أفهم منهم هي مش أفهم منهم على الأقل اللي عم بتحكيه على الهوى كتير مناسب أكثر من اللي عم بيحكيه مثلا مارك جاكسون أو فان غندي مثلا فان غندي كتير بيستفزني عشان بيضله يتذمر همت علي واي إذن تي دومي ليش ما عم بيعمل هيك ليش ما عم بيعمل هيك أسلوبها اللي انت حبه أسلوبها رائع لأنه اسمع كتير صعب تحكي أنه دوريس بيرك تفهم أكثر من جايف فان غندي جايف فان غندي درم فرق كمعلق كمعلق آه بس هي ما بتفهم باللعب أكثر منه استحيل بس عندك واحد زي مين ستان فان غندي أنا ما بحب ستان فان غندي من مرة راجي ميلر بيك هار سمواتي بزبط بدي أضربه هذول مفوض يكونوا هم المحللين بس أنا بفضل دوريس بيرك على هذول كلهم سمع سيرة المعلقين والمحللين كيفن هارلين بالعادي كتير بحب تعليقه بحمسك على المباراة بس بالمباراة اللي احترت له إياها كان كتير متحمس زيادة عن اللسوم وزي كأنه لسه ما تعود أنه ما في جمهور فكل ما يصير إشي بيصير يصيح هو متعود يرفع صوته عشان عشان الجمهور بيطلع صوتهم بالعادي فكان يطرشني وإذا يا زرم هدي بالك أنا أكثر واحد بحبهم المعلقين مايك برين بان بان سمعت مايك برين لا يش سوه في أول مباراة كان عم بعلق عليها نسيت أي مباراة بس أول ثلاثية دخلت الباكس والسلتكس إذا أنا مش غلط أول ثلاثية دخلت وهو بان أنا أتمنى أن أقول هذا بالكيميستري اللي بيناتهم بسألوني بس فاهم اللي أنت عم تحكي نقطتك حلوة عن دوريس بيرك دوريس بيرك فاهماني وبتعرف تشرح للمشاهدين بالضبط شو عم بصير وليش عم بصير على الملعب فحلوة منك طب لدويس بالعادي نحن بيبدأ بكل اللي صار برا الملعب بس كنا كتير متحمسين هاي الحلقة فتركنا هذا الحكي للآخر وعا السريع كتير لأنه بصراحة أغلب الأشياء اللي صارت المهمة هي المباريات بس رح نمشي باللي صار بره الملعب عا السريع كتير عداد الكورونا بعده مصفر 344 لاعب نفحص لاحظ هلا الحمد لله وانا واحد فيهم طلع فحصه إيجابي برافو للأم بي اي زي ما حكينا الأسبوع الماضي شكل الكورونا بعد راس أكلت هوى وليش مهم هذا الاشي الـ MLB شفت المصيب اللي عم بيصير معهم الميجر ليك بيسبول ديزاستر ديزاستر أصلا الموسم كله قصروا أظن نص طول الموسم الطبيعي بس ما عملوا ببل ما عملوا حرم عم بلعبوا زي كأنه موسم عادي بس بدون جمهور بالملاعب طل يطلع عندهم حالات بتطلع مع لاعب واحد بعدين كل فريقه بيصير عنده كورونا وعم باكلوا هوا فهاي كمان بتورجي قديش شطارة كانت شغلة الـ MLB وكيف عم بعملوها صح انه رتبوها كتير صح بس انت جبت سيرتها قبل شوي هذا معناه انه ممكن في احتمالية هلا عم بيحكوا فيها انه السنة الجاي كل الموسم يكون بحرم غير هيك أسبوع الماضي جبنا سيرت مين لو ويليامز آه لو ويليامز شو راح سوى بعدها بيوم بعد ما سجلنا بيوم 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 ما لحقنا يعني الحلقة لايف ولا هو ايش عامل رايح على نادي تعري على ستريب كلوب رجع على أورلاندو وحطوه بالحجر لعشرة ايام شو طبيعي القصة كالتالي لو ويليامز سمحوه له يطلع من البابل عشان يروع على أتلانتا لأنه عنده حدا من قرايبه متوفي رايح على الجنازة وهو بأتلانتا عشان هالجنازة راح على ستريب كلوب اسمه ماجيك سيتي بماجيك سيتي كان في واحد رابر نسيت اسمه مصوره وحط الصورة على انستجرام فالو ويليامز ما عرف هيك قال له ولك شو بتسوي يا زلم انت شو بتعمل شيل شيل الصورة على السريع ذاك راح شال الصورة وإيش حكى شو كانت الحجة تبعته انه هاي صورة قديمة صورة قديمة وانا مشتاق له بس طبعا ما حدا أصدق وانا حدا أصدق ما هو كان لابس الماسك اللي معطينه إياه بأورلاندو الان بي ايه وطبعا لما رجع الحرام قالوا له اسمع خش عشر تي ايام عشر تي ايام أنا حكيتك هو راح يتفقد على صحباته لا اسمع أنا بدي أدافع عنه لأنه هو حجته إيش كانت إنه راح يأكل راح يأكل لا هلا هو ممنوع يطلع على أي مطعم أصلا راح كل ببيوت الناس بس هو قال لك أنا رايح أكل والكل صار يتخوت عنه إنه شو رايح ستريبك بتأكل يا زلمي انت شو بك مجنون بس الانترنت لأنه الانترنت رهيب راحوا ناس لقوا تغريدة من لو وليامز من الـ 2019 عم بيجاوب على فينس يونج تعرف فينس يونج اللاعب فينس يونج رايح أتلانتا وقاعد بيحكي أنا رايح أتلانتا راح أكل بمطعم كذا كذا ولو وليامز مجاوبه بيقول له نا إذا أنت بأتلانتا أحسن وينجز بكل المدينة بتلاقيهم بماجيك سيتي اللي هو هادس احسن وينجز ايوه ف صار جعبالي أكل تشيكين وينجز أنا بماجيك سيتي أعرف شو هم تشيكين وينجز مش بس أحسن تشيكين وينجز هاي طلعت جد إنه تشيكين وينجز تابعون هادل تريب كواب معروفين بس مش بس هيك في عندهم طبق على لو وليامز هلقده هو معروف الطبق اسمه لو ويل لمن بيبر باربيكي وينجز فيعني هجته مية مية هجته مية مية شو بدك تحكي بل اسمع تخيل نمط حياة لو وليامز إنه بعقله هو جد فكر إنه أنا رايح أكل تشيكين وينجز بماجي سيتي عادي إنه مش مشكلة رايح أكل جعان عم أعمل شي غلص عاكم بعقله هاي إشيه كتير طبيعي فتخيل ليش نمط حياته غير عن عني أنا وإنت غير عن معظم الناس في الدنيا تقولني عايش حياة تاني عايش حياة تاني أسطورة أسطورة جوه الملعب أسطورة ببرى الملعب أنا مكيف إنه طلعت الحلقة قبل ما صار هذا الحكي يعني قد ما تخوت عليك الأسبوع الماضي ضربات المخ تبعونك هاي ضربة معلم يا دويس حقك حبيبي حبيبي أوجي تسلم خبر الكبير اللي طلع هالأسبوع غير هدول الأخبار طبعا وغير العودة إنه نيكس رسميا شغلوا توم ثيبادو كمدربهم هلأ توم ثيبادو للي ما بعرف كان مدرب كان أسيستنت كوتش مع البوستن سلتيكس لما فازوا بطولة 2008 ومعروف سمعته إنه هو العبقري الدفاع النظام الدفاعي تبعهم هو اللي بناه هو اللي خطط كل إشي وهذاك تعرف كان فريق كتير دفاعي كتير صح طلع من نيكس وراح درب الشيكاغو بولز بأيام ديريك روز وجواكيم نوة وكانوا فريق كتير مرتب أيام الولدين كارلوس بوزر فريق كان ينافس لطبعا روز ضربت ركبته أكل هوا بس بعد هيك راع المنسوتا تمبرولبس وآخر منصب لإله كان مع تمبرولبس هلأ سمعته زي ما حكينا دفاعية وإنه زلمة بيقدر يطور لعيبة صغار بس لو تتطلع على اللي سواه مع المنسوتا تمبرولبس يعني تقييم الدفاعي تبعهم كانت تالت أسوأ تقييم وهو مدربهم وبجهة إنه قاعد بيطور اللعيبة كنا عرفنا شو صار مع جيمي باتلر وكيف دمر الدنيا مع أندرو ويغينز وكارل أنتوني تونز اللي هم اللعيب الصغار اللي عندهم الكورنر ستورت تبعونهم والسلبيات تبعون أسلوبه كمان كتير معروفين يعني أسلوبه قاسي كتير على اللعيبة وبتحملش أغلاطهم بنزل ببهدر يعني كتير كتير قاسي عليهم يعني هو عكس اللود مانجمينت هو عكس اللود مانجمينت معروف عليهم إحراثة بالزبط فيعني عندك أرجي باريت وميتشل روبنسون عادي عادي كتير أن الموسم الجاي معدلهم يكون 45 دقيقة بالمباراة آه ممكن بالسعر شو رح يصير إذا صار هيك ميتشل روبنسون رح يتصدر قائمة كل اللاعبين المتصدرين بالبلوكس أنه رح يلعب طب لحظة أنت عم بتصرح حلّة أنه ميتشل روبنسون هيتصدر الانبيا في البلوكس ولما أنت قلت لي أنه ضربة مخ قلت لك الزلمة ما عم بلعب غير 23 دقيقة هاي السنة طبعا ما بقدر يتصدر فأنا عم بحكي أنه إذا لعب وطوم ثبدوا 45 دقيقة مية بالمية رح يتصدر كل الانبيا بالبلوكس طيب بنشوف فأنا السؤال لإلك كديش بتعطي هاي الحركة من النكس إذا بدك قيمها من واحد لخمسة إنه خمسة منيح خمسة حسن شي أعطيها السوليد اثنين أنا كمان بأعطيها اثنين أنا معك أنا أظن شغلوه عشان اسمه أكتر من أي شي بس ما أظن رح يفيدهم كتير غير إذا غير حاله يعني 180 درجة من إحنا متعودين عليه إنه إدارة النكس هللي مفروض يكون أحسن مع وولد وايد ويس وشباب دون فأنا بس بشتغل معهم هم وقع على وولد وايد ويس ليون روز جماعة CAA النكس كارثة النكس بظلهم النكس نكس ضلهم النكس حيث ما يبيع الفريق جيمس دولن النكس هيضله وباء على الانبيئي دويد ويس آخر كلمة لليو تعرف كيف في المباريات التمهيدية بول بول تمر الدنيا شوية صارت جنة العالم على بول بول تلاتة تلاتة تسمع تلاتة على مواقع التواصل الاجتماعي تألوني لماذا لا تتحدث عن بول بول تلهم مع كل احترامي دعو لعب مباراة رسمية صح لا لعب مباراة رسمية صح فبعد هذا الأسبوع نرى ما يفعل لعب مباريات ودية وحلو ماشي زلمة عنده تتش حلو بس نرى مباريات جدية قبل ما نحكي عنه كتير بس عسيرته تذكرت قصة لأبو وحبيت أحكي لك إياه تعرف أنه أبو منوت بول دعب بالأم بي بالتمانينات وأوال التسعينات ومعروف أنه أطول لاعب بتاريخ الأم بي أظن أو تاني أطول لاعب بتاريخ الأم بي كان 7-6 أو 7-7 كتير طويل وكتير نحيف صح تعرف أنه هو اللاعب الوحيد اللي اعتزل وعنده بلوكات أكتر من ما عنده نقاط مسجلي أوف أوف إن مهم أحكي لك هالقصة منوت بول حسب السجل الرسمي مولود بـ 16-10 1962 هذا بالسجل الرسمي بالـ US بس هذا مش عيد ميلاده لأنه اللي صاير أنه بالزمنات كان في واحد اسمه كيفن مكي كان مدرب مع كليفلين ستيت جامعة كليفلين ستيت إجا عنده واحد تاني مدرب تاني بيعرفه قال له أنا عامل معسكرات تدريبية بالسودان وشفت واحد كتير طويل وبيدي أقنع ويلعب سلة وبيديك أنت تاخده بجامعتك راحوا تعرفوا عمانوت بول مانوت بحكيش انجليزي ولا حدا بالقرية تبعته كان يعرف إمتى ما هو انولد يعني يعرفوش عيد ميلاده ويعرفوش عمره ويعرفوش أي شي أسمع هيك زي ستي الله يرحمها لما سألها إين تأجل عليك ستي قلت لي والله ما بعرف جهر اثنين تقريبا كان ربيع ربيع طب أي سنة والله مش عارف يعني أنه في على الجواز في بس هم يعني عملوا الجواز مثلا بعد خمسة عشر سنة من ما نولدت فتقريبا بالربيع بالزبتك ومنوت ولا أحد بالقرية كلها بيعرف أم تنولد سحبه هداك كيفن ماكي أخده على أميركا وراح هو واخترع له عيد ميلاد وحط هذا العيد ميلاد لأنه كان بده إياه يكون صغير عشان يدخل الجامعة يلعب عنده هم اللي بيضحك من الموضوع أنه ماكي طالع بعدة مقابلات وحكيها أكتر من مرة أنه هو لما سجل منوت وعمل عمره 19 سنة هو متأكد كان بالتلاتينات بس هو صغر عمره بكتير عشان يلعب عنده بالجامعة إذا اللي بيحكيه صح ما نوت لما كان يلعب بالنبي ايه كان بأواخر التلاتينات وبالأربعينات بس ما حدا بيعرف وانت بتعرف شكله يعني محيف وطويل وحتى لما كبر بالعمر هو مفروض انه توفع السبعة وأربعين وجهه ما كان متغير كتير فمت علي ما حدا بيعرف ففي ناس بيقولول ما نوت بول كان يلعب بالنبي ايه وعمره أربعين سنة عادي ممكن ممكن تعرف تعرف عائلته كلهم كانوا هيك طوال زيه هو جاي من قبيلة كلهم طوال فقرأت محل انه هو حكيها بيقول لك أمه كان طولها مترين وتمانية أبوه مترين وتلاتة فأمه أطول من أبوه بشوي أخته مترين وتلاتة وجد جده كان مترين وتسعة وتلاتين سبن فوت تن طوله ما شاء الله ما شاء الله تخيل يا جميه قبيلة عمالقة قبيلة عمالقة علو شكرا أوجي شكرا لمستمعيننا إن شاء الله استمتعتوا اليوم بحلقتنا عودة الموسم وأخيرا وأخيرا لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي at m2m underscore pod يلا سلام يلا سلام اشتركوا في القناة